ثم أما بعد فمع بصائر أخرى من بصائر القرآن العظيم من قوله سبحانه وتعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم جل وعلا سبحانه وتعالى بينا قبل أن ضرب الماثل فيما سبق ذكره من البعوضة أو ما فوقها من قوله سبحانه إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها بينا أن ذلك من عمق أعماق الحياة ومن أدق أسرار الكون في معنى الحياة الحياة القائمة بالبعوضة أو النملة أو ما دون ذلك أو ما فوقه هي نفس الحياة القائمة بالإنسان وبالكائنات الضخمة إلا أن الله جل وعلا صرف ذلك في خلقه بمقادير كما شاء وكما أراد جل وعلا وبينا أن العاقلية في الأحياء مستوية من حيث التوجه إلى الله جل وعلا تعبدًا من حيث المبدأ صحيح أن الإنسان له درجات عليا فوق ذلك فقد كرم بل جعل إمامًا على الكائنات جميعًا إلا أن الأصل أن الكائنات جميعًا مشتركة في معنى العاقلية التي يقوم بها التعبد وخلاصة ذلك كله أن المرجع فيه إنما هو معنى الحياة وأن غرابة هذا المعنى اللطيف إنما هو من حيث كونه استمدادًا من الحي المحيي الذي لا يموت سبحانه فلا حياة إلا به أمراً ونهياً عطاءً ومنعاً من هنا إذ ناسب أن يكون الكلام بعد متوجهًا إلى الذين يكفرون بالله ويكفرون بهذه المعاني العظيمة معنى الحياة القائمة بكل نفس في نفسها وأما الذين كفروا فيقولون ماذا أراد الله بهذا مثلا غريب أن يتساءل هذا السؤال لو كان الأمر بعيدًا عن أنفسهم ولا علاقة له بهم لكان تساؤلهم قد وقع موقع الصواب من حيث الجهالة الجهالة بغرابة الأمر وبصعوبة المعنى لكن الكفار يعلمون أنه معنى دقيق وصعب يعلمونه لأنه قائم بأنفسهم أي معنى الحياة لو كان الإنسان حجراً أو شيئاً مما الظاهر فيه أنه لا حياة به لا استغرب من معنى الحياة من حيث الجهل المطلق بها أي أنه لا يعرفها ولا يعترف بها أما وإن الإنسان حي أيضًا فكان ينبغي أن يتذوق معنى الحياة ويتعجب كيف هذا المعنى العظيم التي تقوم به حياته أي حياة الإنسان كيف يقوم أيضًا ببعضه ويكون لها مال الإنسان من أشواق وآمال ومحاذير وأحزان مما أشرنا إليه قبل تفصيلاً وبياناً لذلك أنكر المولى جل وعلا على الكفار كفرهم بهذا الذين يكفرون بهذا المعنى كان كفرهم إلى البلادة هو أقرب منه إلى العقل والمنطق فقال سبحانه وتعالى مستنكراً ذلك كيف تكفرون بالله يعني لا يجوز لا يجوز بناءً على مقاييسكم العقلية يا بني آدم ومشاهداتكم الطبيعية أن تكفروا بالله وهو رب الحياة الذي أودع سرها في البعوضة وفيما دونها وفيما فوقها وأنتم تعرفون هذه اللطيفة كم هي عجيبة لأنها قائمة بأنفسكم تتنفسونها صباح مساء نفساً نفساً حتى الموت كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتاً فأحياكم هو هذا المعنى لم تكن بكم لطيفة الحياة فوهبكم الحي إياها كم يبلد حس الإنسان إذ يكفر الكفر تعيس فعلاً والكفر بليد فعلاً عديم الإحساس وأشبه بهذا قوله جل وعلا في صورة ياسين وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي من يحيي العظام وهي رمين قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم ضرب المثل لمحمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام بعظام نخرة دقها وطحنها حتى صارت هباء فنفخ فيها بين يديه أمام جمع من الكفار وقال له يا محمد من يحيي هذه العظام إذا صارت هكذا رميماً كالغبار يتطير في الهواء أراد أن يسخر من نبي الله فسخر الله منه وقال له بما معناه تفسيراً أنت أيها الذي تزعم الحنكة والعقل ما أبلدك كيف تسخر من شيء هو قائم بك ابتداء وضرب لنا مثلاً ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمين أنسى القلد يلو قداش في الحياة فمن أحييك أنت منين جيت بعد أنت كان أولى بك قبل أن تفكر في العظام أن تفكر في عظامك هذه القائمة بك من أين أنت ما أنت وأذكر هذا كل مرة ولا أقول من أنت بل ما أنت معلوم في العربية أن ما لغير العاقل وأن من للعاقل ولكن حينما يقصد القرآن التجهيل يعبر بما للعاقل وليس لغير العاقل وذلك كقوله سبحانه وتعالى قول عوذ برب الفلق من شر ما خلق وإنما خلق الله العاقلات وغير العاقلات فمن في الأصل يدخل فيه الإنس والجن وكل ذوات العقول لكنه قال ما للتجهيل أي لأننا نجهل خلق الله جل وعلا نجهل خلقه فخلقه أعمق وأبعد وأكثر من أن يحاط علما ولذلك نقول ما أنت لأنك تجهل نفسك وإنما من للعاقل إذا كان يمكن أن يعلم أما وإنه يستحيل أن يعلم ما الإنسان لا أحد يرف ولا الإنسان نفسه وإنما يعلم ما الإنسان رب الإنسان أين كنت قبل أن تولد إلى الدنيا يسرع بعض الناس فيقول في بطن أمي وأين كنت قبل أن تكون أمك هل تعل الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا أين كان إذن وقد تحدث هذا الإنسان الذي لم يكن تحدث وأجاب المولى في الملأ الأعلى قبل الخلق حينما قال جل وعلا وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم درياتهم وشهادهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إننا كنا عن هذا غافلين فكانت تلك هي الفطرة وقلت وما زلت أقول إن الإنسان لا يولد صفحة بيضاء كما يقولون في الغرب بل يولد كتابا مكتوبا كتاب كامل كل شيء فيك في النفس وفي البدن كلمات وأحرف لهذا الكتاب نعود إلى ما نحن فيه إذن من معنى الحياة ومثلنا بمثال ياسين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي من يحيي العظام هذا المعنى فعلا هو من العمق بحيث إن البليد فعلا لا يستطيع تدبرا وقد سجل القرآن ذلك في مقاطع عجيبة من سورة البقرة حينما حاور الطاغية نمرود إبراهيم الخليل نبي الله عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا الصلاة والسلام وسائر الأنبياء المرسلين ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أناتاه الله الملك إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت من أعظم الحجج على الإطلاق التي تضحض الكفر والكفار والمحيدين جميعا حجة الإحياء والإيماتة ولا تزال تتكرر في القرآن في أكثر من آية وفي أكثر من صورة وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رمي قل يحييها كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون نمروض هذا لم يفهم خطاب إبراهيم ولذلك قال له أنا أحيي وأميت فبعض الناس قد يظن أن إبراهيم قد أعيته الحجة يعني بحل لا تغلب ولذلك بالدل لأسلوب جبل الحجة وغرا وكأن ظاهر الخطاب يؤيد ذلك والحقيقة عكس ذلك قال أنا أحيي وأميت ما جوبوش إبراهيم ذهب إلى حجة أخرى قال فإن الله ياتي بالشمس من المشرق فاتي بها من المغرب فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين يسألوا الوحد الحجة أخرى أغلبوا بها هذه الحجة غلبت الطاغية فبهت الذي كفر والبهت المفاجأة التي تبغت الإنسان فلا يستطيعوا كلاما ولا جوابا ولا تفكيرا مبهوت تحلف مضيخ الحقيقة الحقيقة القرآنية أن الحجة الأولى أعظم من الحجة الثانية كلاهما حجة بجوج حجات ربانيات بجوجهم ولكن الأولى أعظم ولكن ما الذي حدث؟ الذي حدث أن نمرود لم يفهم فأجاب بما دل على أنه لم يفهم حجة إبراهيم وإذا انقطع الفهم لم تكن هناك مناظرة إذا أنت كنت تكلم بالشنوية وأنا كنت تكلم بالعربية وكنت نقش ومن تفهمه لغتان مختلفتان فكذلك وقع بين إبراهيم ونمرود في الخطاب الأول إبراهيم طلع للفق فأتى بالحجج العليا الغيبية التجريدية مفاهيم الحياة والموت فلم يفهم من ذلك أن نمرود في لأن نمرود إنسان مادي كيف يفهم غير الأشياء اللي يشوفها وعقله صغير ضيق فظن أن الإحياء أو الإماتة أمران متعلقان بالحركة وبلوازم الحياة ولوازم الموت يعني إنسان حي راه هو اللي كيتحرك ويأكل ويشرب ويشي وإنسان ميت اللي كيتقطع له رأسه أو كي مرض ويموت وكي تنتهي الحركة دياله هذه ما هو الموت ما هو الحياة هذه وإنما هذه آثار الموت إن عدم الحركة آثار الموت أما الموت فحقيقته أعمق من هذا الحركة من آثار الحياة وإلا فلا تدري في حقيقة الأمر ما الحياة حينما وصف الله جل وعلا الشهداء بأنهم أحياء عند ربهم يرزقون أوليسوا قتلا بل ألا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء أحياء ويأتيهم رزقهم عند ربهم يرزقون يأتيهم رزقهم ما الحياة إذن؟ هذا معنى فعلا عميق وغريب الحجر أميت هو أم حي؟ يصعب عليك أن تصفه بالموت يصعب فهو يحس ويشعر لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا والخشوع إحساس قلبي وجداني شعور وإنما الشعور عند ذوات الحياة والأحياء هم من يحسن؟ أما الميت ما عنده الشعور فما لجرح بميت إيلامه كما قال الشعور العرب بينما الحجر يتألم ويخشع ويصدع لرأيته خاشعا متصدعا وإن منها لما يهبط من خشية الله حجارة صعب جدا إذن أن نصادر معنى الحياة من الأشياء والجمادات والأشجار ففي كل شيء مما خلق الله وأراد معنى من معاني الحياة نحن لا ندركه لا إبصارا ولا سماعا فيصعب إذن أن نعلم ما الحياة نظر لأنها حجة عالية جدا لم يفهم نمروض منها شيئا لما قال له أنا أحي وأميت جاب واحد حكم عليه بالإعدام طلقه قال له سير الله يمنك وواحد دايز ما دير ورفتر قال له جين تقطع له راسه قال له ها واحد كان ميت طلقته واحد كان حي قتلته اسلوب صبياني طبعا صبياني يدل على بلادة في إدراكه لما قصده إبراهيم وإنما قصد إبراهيم أن الله جل وعلا له قدرة لطيفة خفية في زرع الحياة في كل شيء فيكون بعد موته حيا وحينما يسلبه هذه اللطيفة مهما كانت الظروف والتدخلات يصبح بعد ذلك ميتا هذا أمر من أغرب أسرار الأسماء الحسنى الحي المحي فلما أدرك إبراهيم أن عقل هذا الرجل قاصر عقلوك يمشي غير من التحت جبلو الأدلة المادية بحال ذاك الحساب دي الأطفال من اللي كيبدو يحسبوه بالحبات حجيرات ولا طروفات دي البلاستيك يحسبو به ما خدملوش بالرياضيات التجريدية الذهنية لأنه لا يفقه من ذلك شيئا بدأ يحسبلو بالحجيرات هو أجي ما تفهمنش بهذه أجي اللغة دي اللعجيز إن الله يأتي بالشمس من المشريق يكتشف بعينك فأتي بها من المغرب الظواهر المادية الحركية الفيزيائية عاد فهم البليد والمفهم تغلب فبهيت الذي كفر ولذلك قال الإمام الشافع رحمه الله ما ناظرت عالما إلا غلبته وما ناظرت جاهلا إلا غلبني إن المشكلة ما كيف يذهبش ويغلبك فعلا وهذا يحصل ليوم الحياة من أدق المهاني فعلا التي يجب على المسلم أن يتدبرها كل يوم في نفسه وفي غيره ويعجب من ذلك عجبا فيكون من تسبيحه إذ يسبح الله أرقى معاني التعبد والخضوع لله الواحد القهار تسبيح لما تقول سبحان الله فقفك يكون عنده القيمة ديالو الحقيقية من اللي تحس بقلبك العظم الربانية أتنبهر ما الأسرار الإلهية المودعة في الكون من نفسك فما دونك فما فوقك حينما تعجب من هذا وتقول سبحان الله فذلك قمة التعبد ربك أنا إذني فرح بك أنصرت تتعرف عليه ومن هنا قيل فلان عارف بالله هدو ما العارفون بالله حقا ولذلك حينما ألهم الله الأبرار الصالحين للتفكر سبحوا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك تسبيح تسبيح فخنا عذاب النار تسبيح إحساس بجلال الملك الخلاق وبعظمته وجلال سلطانه وكماله فلا يملك الإنسان آنئذ إلا أن ينزه المولى عن أن يحاط علما أو تصور بل هو يحيط كل شيء وبكل شيء جل وعلا سبحانه إذن إنكار الله على الكفار كيف تكفرون بالله كان مبني على هذا المعنى العظيم وعلى هذا السر العميق وكنتم أمواتا فأحياكم هذه كافية حركتكم الوجودية والعدمية هي بيد الله إحياء وإماتة وعجيب فعلا عجيب كيف يطغى الإنسان وقد تقدم فيه كل شيء إلا فيه أن يؤخر الحياة أو الموت دقيقة تقدمت الإلكترونيات بشيء لا يكاد العقل يتصوره ولا الخيال تقدمت التقنيات بشيء أغرب وأقرب ما يكون إلى الخيال وتقدمت الوسائل المادية إلى درجة أنها خالطت الغيب يعني تقدم في المادة حتى مبقت مادة ومما يحفظ عن عالمهم هذا يهود الشهير إنشتاين كلمة عجيبة يقول فيها المادة تتلاشى هو رجل فيزيائي بدأ يخدم بالمادة تبقى كالدبليه من بنده فقاش كيلقاه كأنه في الغيب ومع ذلك ما أحاط ولا بجزيئة من جزيئات الحياة قاتل الحياة أغرب ما تكون رؤساء كبار في العالم يسيرون من الأرض أكبر أقصاطها يهرمون وربما يختلون في عقولهم ويموتون كما يموت الفقراء لأن سر الحياة ما زال عصيا وسيبقى عصيا إلى يوم القيامة ليش شيء حاجة لتشد ليهم أمرا ما تشد ليدل ذلك على أن المالك الحقيقي للناس وللكون إنما هو رب الحياة ورب الموت الذي خلق الموت والحياة عجيب ليبلوكم أيكم أحسن عمل ما أعظمها وما أجملها وما أحسنها سورة الملك المانعة التي ورد في الحديث الصحيح بل في الأحاديث الصحة أنها تمنع صاحبها عذاب القبر بشر النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي قرأ سورة الملك تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمل ثلاثون آية هذا الشيء اللي فيها ثلاثين آية قال عليه الصلاة والسلام تتمة لما ذكرت سورة من القرآن ثلاثون آية منعت صاحبها عذاب القبر كان يقرأها أو يقوم بها ديرها بحل ورد يقرأها من الصباح للصباح أو يقوم بها الليل ما حال ستدير الوقت لكي تقوم الليل بثلاثين آية بحال ما يفعله أو أقل من ذلك إن هي إلا ثلاثون آية ومنعت صاحبها عذاب القبر ووارد قلت في أحاديث كثيرة أزد من ثلاثة أحاديث كلها صحاح لما صحيح القرآن كله بركة لكن تميز سورة الملك أن فيها من معاني الإحياء والإماتة إشارات ولطائفة تجذب القلب إلى الخالق جل وعلا خضوعا وخنوعا وفيها من صور العذاب نعوذ بالله من العذاب ما يقشعر له جلد المؤمن إن كان مؤمنا حقا صحيح من قرأها بتأمل وتدبر وتفكر أكسبته الخشية والوراء ويحسن بالمؤمن أن تكون ضمن ورده الذي يقرأ لا يفرط فيها الذي خلق الموت والحياة هذين المتقابلين تكون الحياة فلا يكون الموت ويكون الموت فلا تكون الحياة الموت ليس عدما كيف تكفرون وبالله وكنتم أمواتا هل هو عدم فأحياكم ثم يميتكم هل هو عدم ثم يحييكم إنما ينعدم الجسد والنفس تبقى بعد الموت في البرزخ تشعر وتحس وترى وتبصر وتنعم وتسعد أو تشقى وتنكد نعوذ بالله من الشقاء والنكد وكانت النفس قبل كون البدن بناء على الآية التي ذكرنا قبل وذكرناها مرارا وإذا خذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذرياتهم وأشهدهم على أنفسهم سمعوا فأجابوا ألست بربكم سمعوا استوعبوا فهموا قالوا بلى شهدنا أرض عليهم الله عز وجل أن تقولوا يعني حتى لا تقول أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين فكانت شهادة الأنفس قبل أن تحل في أبدانها والأحاديث في ذلك الصحيحة المليحة تبين وتفصل وحديث الرسول عليه الصلاة والسلام لما خلق الله آدم مسح ظهره بيده فسقطت كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة الحديث فيه طول نشاهد عندنا فيه أن آدم رأى من أبنائه خلقا كثيرا ورأى داود ابنه عليه السلام وكان فيه بينه وبين ربه حوار لطيف ذكرناه قبل هذه المعاني إذن قلت هي وحدها كافية للتأمل ولذلك قال سبحانه وفي أنفسكم أفلا تبصروا فعلا حينما يتأمل الإنسان نفسه يكاد يفزع منها تقول تأمل فرسك تقول لك خلعك رسك تخاف منه انظر يوما إلى المرآة شوف لمرأة وجهك الشكل هل صورتك في المرآة تعبر عن حقيقتك طبعا كلا إذن من أنت لما تريد تعرف شي واحد لشي واحد وتعطيه الصورة دياله كي يسحب لك زعمارك عرفته زيان هالصورة أبدا لم تعرف منه شيئا إلا قشرته الخارجية ولذلك النفس هي التي تعرف الإنسان ولذلك معرفة الإنسان إنما تكون بآثاره أو بمعرفة آثاره في الحياة حتى يتكلم ويتحرك ويبيع ويشري ويمشي ويجي ويتزوج ويتطلق ويعيش الحياة عاد كنا بدون نعرفه هذك الإنسان شكون هو الكلمة العجيبة التي ترك عمر بن الخطاب أمير المؤمنين رضي الله عنه حينما جاءه شاهد ليشهد في قضية فقال له عمر رضي الله عنه إني لا أعرفك يمكن ليش نقبل الشهادة ديالك لا أعرفك شيء إيتي بمن يعرفك شي واحد يجيز كيك يقوله ديالك نعرفه راح الشهادة ذي له صحيحة فجاء برجل صاحب له ما قال له أتعرفه قال نعم قال هل صافرت معه قال له لا هل عملته بالدرهم والدينار قال له لا قال له لعلك رأيته في المسجد يدندين أو يهمهم قال نعم وهو يدور في هذا خي اللي جيل الشهادة قال له هذا لا يعرفك إيتي بمن يعرفك سير دبر على وعد آخر يعرفك ما درمك يعرفك لما لأن النفس هي حقيقة الإنسان مش له جهدي والنفس إنما تعرف بعد تقليب أوجهها على أوجه الحياة من المعاملات والعبادات وسائر الاتصالات الاجتماعية هذا كالتعرف النفس ثم نعرفه بعد ذلك من النفس بعض آثارها التي تكفي للإطمئنان أو عدم الإطمئنان أما المعرفة التامة فمستحيلة هذا في الأنفس خارجية لما تبغي تتعرف على شيء نفس خراء أما نفسك التي بين جنبيك أن تتزعم أنك تعرف نفسك أبدا لا أنا ولا أنت نعرف من أنفسنا لوازمة نعرف ضعفنا أو قل بعض ضعفنا وعجيب فعلنا هذا الأمر وفي أنفسكم مش في أبدانكم وفي أنفسكم أفلا تبصروا ومن آدق الأشياء في هذا وألطافها أن الله عز وجل نصب الإبتلاء للناس في الأرض كي يمسأل كلامي في علم الكلام والعقائد تطرح إذا أجيب عنها ذهنا وعقلا هكذا لا نأتي بشيء ولكن إن نظر إليها من باب التفكر في النفس والتدبر في القرآن وجدت بعض الجواب الذي يكفي ويشفي إذا كان الله سبحانه وتعالى بكل شيء عليم إذا كان الله جل وعلا بكل شيء عليم وهو كذلك وهو بكل شيء عليم سبحانه وقد عالم نتائج أعمالنا من الصالحات والطالحات لماذا الإبتلاء مدام أنه سبحانه وتالعرف بأن هذا غد يمشي الجهنم وهذا غد يمشي الجنة لأن هذا غد يدير الأعمال الصالحة وهذا غد يدير الأعمال الطالحة عنش ذنعيش الناس كذا إلى آخره أهو تمثير ومصرح أهو عبث استحل في حق الله العبث لا يتخذ سبحانه وتعالى اللهم لا قد فعله كله جد وحكمة ومقاصد عالية ربانية إذن سر ما في الابتلاء الابتلاء أن يقيم المولى الحجة على الخلق وذلك بنص القرآن رسلا مبشرين ومنذرين ليلا يكون للناس حجة على الله بعد الرسول حتى لا تكون لديك حجة على الله كيف ما زالت فصل ما كيف أنت تزعم وأنا أزعم نزعم جميعا أن لو أوتينا مالا لتصدقنا ولبنينا المساجد ولأنقذنا اليتاما وفعلنا وفعلنا كما في الحديث ذهب أهل الدثور بالأجور جاءوا كيشكيوا لنبي صاصلهم الفقراء أهل الصفة لمساكين ديون الصحابة اللي ما عندهم ولو كانوا كيبتوش جمع يعني الصفة مراحل الأولى من الهجرة وشافوا الصحابة اللي عندهم فلوس كيزكيوا ويصدقوا من بعد الزكاة وكيرضوا الأجور بزاك وهم ما عندهم مش باش شو كيشكيوا لنبي صلو قالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور صحاب الفلوس بالأجور بدوا الأجور ما خلوا نوالوا يتصدقون ولا نتصدق ما عندناش فعلمهم النبي عليه الصلاة والسلام من أذكار سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا غير ذلك من أذكار فقالوها فوصل الخبر إلى الأغنياء فقالوها أيضا فعاد الفقراء إلى رسول الله قالوا يا رسول الله لقد قالوا ما قلنا بقوا سبقنا قال لهم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم معدي من دلك هل يظلم الله خلقه حاشا وما أنا بظلام للعبيد مرة جلس التابعون بين يدي سلمان الفارسي مسلمان رضي الله عنه كان صحابي عظيم وكان صاحب حكمة كانت عنده حكمة يحدث التابعين من الجيل الذين لم يدركوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تلميذ ديول لما شفوش النبي صلى الله عليه وسلم الجيل من بعد الصحابة قلسين مع سيدنا سلمان كي يتعلموا من العلم فطاب لهم الكلام وتأسفوا بين يديه لم يكونوا من أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام حلات لهم القلسة وقالوا مع الأسف يا أسف ما كناش معكم وما شاهدناش النبي صلى الله عليه وسلم وما كناش من صحاب ديوله شحال بينتبعون الصحبة دية النبي صلى الله عليه وسلم غير شوية كان اللي غير مشكلته أنه كان بعيد شوية في اليمان وفي ميصر ما زال ما تفتحتش ميصر في زمن النبي صلى الله عليه وسلم حتى تلسيب ناع عمار وكان عايش في زمن النبي صلى الله عليه وسلم ولكن ما وصل الإسلام بلاده حتى كان النبي صلى الله عليه وسلم مات من الإسلام هو ما لقاش النبي صلى الله عليه وسلم عايش تأسفوا أنه ما دركوش النبي صلى الله عليه وسلم وكان اللي كان صغير ما يعقلش ما يعقلش على دي المرحلة قاع ما مسجلش في الخيال ديالو حتى كبر على الدرك بالله ولد في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فكان قدر الله فيه أن يكون من تابعين لأنه لم يرى النبي عليه الصلاة والسلام ولم يسمع منه شيئا أو لم يعقل عنه شيئا فقال لهم سلمان كلمة قال لهم احمدوا ربكم أورأيتم لو كنتم في زمانه وكنتم من الكافرين كان ممكن تكونوا في زمانه ولكن مش بالضرورة تكون مع الصحابة تكونوا في جهة أخرى كم كان من أهل العقل والذكاء في زمانه عليه الصلاة والسلام وماتوا على كفرهم مع الأسف ما يدريك أنك تكون عيشت في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ولم تكن مؤمنا به من يضمان لك أن تكون من المؤمنين وإنما لهداية من الرحمن كذلك أيضا أنا وأنت نتمنى لو كان لنا مال لفعلنا ولجعلنا ولقلنا ولقلنا ولو كانت بأيدينا سلطة لرصمنا ولشرعنا ولقلنا ما يدريك أن يوتيك الله المال ويذهب عنك هذه الغيرة وهذا الشوق الذي لديك الآن فعساك أن تؤجر الآن على غيرتك ومحبتك مع فقرك خير لك من أن تؤذر لا أن تؤجر بعد غناك على وزرك بعد ذهاب شوقك ومحبتك لربك ولذلك جعل الله لنا الإبتلاء لا يستطيع أن يعرفه هو سبحانه حش هو بكل شيء نعليل كيف نعرفه نحنا كيف نعرفه نعرفه رصنا لا يستطيع أن يرى من أحد يرى ما يصابه قدامه يقول لكم كنت من يدر لها كدو ويصابها يقول له زيد يزيد يوحل فآن إذن يكتشفوا نفسه عادك تعرف رصك تشك تسوى عند رصد حقيقة الوجود فالابتلاء هو لتعلم لتعلم عدل الله فيك وتعلم أنه إذا أدخلك الجنة جعلنا الله منها فقد راحمك فإنما أدخلك إياها برحمته لا بعدله ولو عاملك بالعدل وحاسبك الحساب لعذبت نجان الله وإياك من العذاب وفي الصحيح من نوقش الحساب عذب لتحسب النقطة والفصلة من جهش ما أحدا يدخل الجنة بعمله كيل ولا أنت يا رسول الله قال ولا أنا إلا أن يتغمدني الله برحمته فالابتلاء هو لنا لنعلم نحن أنفسنا هو صورة من صوار اكتشاف النفس ولذلك قلت يعني نحن نظل أننا نعرف أنفسنا والحقيقة أننا لا نعرف أنفسنا إلا بعد تجريبها وتجريبها وتجريبها فنعلم بعض صفاتها لا كل صفاتها بعض ويبقى الكل علما عند الله وحده دون سواه فَوْجَوْ عَمَمَنَا واغفر لنا أجمعين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك اللهم أدخلنا في رحمتك برحمتك وأوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه بإذنك وبأمرك ورحمتك وفضلك إنك أنت الرحمن الرحيم اللهم وصل وسلم وبارك على سيد الأولين والآخرين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سليما وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين